النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم متابعين نشرة الأحوال الجوية برأثير راديو الثورة مرتفع جوي مركز بحر البرطيق يؤثر على مناطق واسع من أوروبا وغرب روسيا وصولا إلى مناطق تركية هذا المرتفع الجوي يؤثر خلال ساعات نهار الأحد على مناطق بلاد الشام مدعوما علويا بكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة هذه الكتلة الهوائية كانت قد تعمقت خلال ساعات ليل أمس في أجواء مناطق شمال سوريا مسببة بعد مشيئة الله تعالى خفاضا كبيرا في درجات الحرارة حيث لمستت في بعض المناطق ناقص أربع درجة مئوية وعليه يكون طقس اليوم الأحد بإذن الله تعالى مشمسا مستقرا صحوا باردا درجات الحرارة متوقع نهار الأحد 9 درجات مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى ناقص 2 درجة مئوية تتحرك الرياح الشمالية الغربية بسرعة 15 كم في الساعة تعمل أنضط الطاقة الشمسية بكفاءة عالية مع ساعات منتصف ليل الأحد الأثنين وفجر الأثنين تتعرض مناطق واسعة من البلاد الشام لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي بفعل امتداد مخافض البحر الأحمر الذي كان قد اندمج به مخافض جوي خمسين يوم متولد في مناطق جنوب ليبيا هذه الحالة من عدم الاستقرار من أن تتوقع أن تؤثر على مناطق واسعة من البلاد وخاصة على مناطق الجنوبية حيث تتحضر مناطق دمشق والسويداء واجزاء واسعة من القنيطرة واجزاء ضيقة من درعة لزخات ثلجية خلال ساعات صباح الأثنين وحتى فترة الظاهرة كما أنه من المتوقع أن تصل هذه الوطرات الثلجية المتفرقة السريعة غير الدائمة إلى أجزاء من إدلب وحلاب ووسط البلاد وحتى مناطق البادية لكن لا يمكن وصف الحالة بحالة مخفض جوي قطب مفلج كون حالة عظم استقرار وأي هطولات ستتعرض لها المنطق خلال ساعة ظهر يوم الغذي الأثنين ستكون ثلجية سريعة غير تراكمية والله أعلم بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين عشر درجات مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى صفر تتحرك الرياح الشرقية بسرعة 18 كم في الساعة تعامل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متوسطة نهار الثلاثة بذن الله تعالى تستمر تأثيرات حالة عمد استقرار الجوي هذه ولكن بشكل ضعيف وتقتصر على أجواء غائمة جزئيا مع فترات تشميس جيدة درجات الحرارة المتوقعة نهار الثلاثة 12 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى درجة واحدة كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متوسطة وتهب الرياح الشمالية الشرقية بسرعة 15 كم في الساعة إذن بإذن الله تعالى يكون طقس اليوم الأحد مستقرا الاثنين مضطربا مع فرص ضعيفة لبعض الزخات الثلجية العابرة نهار الثلاثة غائما جزئيا في التوقعات متوسطة وبعيد المدانة توقعين تعمق مقابض جوي في أجواء المنطقة مع ساعات مساء الثلاثة جالبا بعد مشيئة الله تعالى طولات مطارية متفرقة على مناطق واسعة من البلاد حتى الجمع تشير التقديرات الحالية وترسم الخراط أن هذه الأجواء شديدة البرودة الاستثنائية من المتوقع أن تتحسن وترتفع درجات الحرارة مع ساعات منتصف الأسبوع أي مساء الثلاثة وتنجلي هذه الأجواء وتعود الأجواء الربيعية الدافئة المستقرة باعتبارا من مطلع الأسبوع القادم حيث سنشهد ارتفاعا واضحا وصريحا في درجات الحرارة بإذن الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بحال التقسم توقع قادم الأيام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون